السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازايكم يا جماعة. يا رب تكونوا بخير وفي افضل حال. النهاردة ان شاء الله جايلكوا في فيديو جديد بازن الله. الفيديو اللي احنا هنعمله النهاردة ان شاء الله انا جاي هنا من بدري على اساس ان احنا جاي بين السلك اللي انتم شايفينه قدامك دوت. ده زي ما قلتلكم كده في الفيديو اللي فات ان شاء الله يا جماعة هنعمل اه السلك ده هو ضير ما يدور من اول هنا وانتم ان شاء الله برضا هتشوفوه معي. السلك ده دلوقتي انا جاي بلفة كاملة اهيت. على اساس ان قلتلكم. هحوط على على نص المكان. وهسيب النص ده كلته فاضي على اساس ان شاء الله ان انا هزرع فيه. طبعا لو انا زرعت فيه ما ينفعش الفراخ بقى تخرج والبط وكده. لان لو في اي حاجة مزرعة اي حاجة خضرة. طبعا اكيد على طول اطيرها هتاكل. فانا عملت ايه? جبت السلك اللي انتم شايفينه قدام كدوت. آآ اللفة ديت. اللفة ده عشر متر. آآ بكان بمتين وستين جيني. تمام? فاحنا قلنا برضو هنجيبها. على اساس ان هي. هتهوى كويس للفراخ. يعني دي هتبقى زيها زي آآ زي السلك كده. اللي انا عاملالي الاوضة بتاعة الحمام. هي? على اساس برضو ان انا هبقى يعني اه? المكان يبقى مهولهم. حتى لو في الشتاء ولا حاجة برضو يعني حاولنا برضو اغطى عليهم باي فرشة ولا حاجة. بس طبعا انتم عارفين ان الجو الايام ده حر. اهو. دي بس مربوطة هي. هنشيل السلك كده هو. هي لسه برضو مربوطة من جهة تانية لان هي لها اصلا مربطة كده. هنشيل بس اللفة لهي. كده كده السلك. اهو. عشان بس افردو لكم وتشوفوه. يعني هو تقريبا كده سلك بلاستيك. اهو. بس هو لا ده هو جامد. هو جامد بس مش عارفة هو بلاستيك ولا اهو. هنفردو برضو مع بعض كده وهنشوفو. ده كده اللفة انا فردتها هيك زي ما انت شايفين ده جماعة السلك. هي اللفة طوالي اهي. اكلتها بالشكل ده كده. كده. هتبقى محوضها على المكان كل. دلوقتي برضو انت هتشوفوه معايا بقلبي الفيديو ان شاء الله. وبما ان بقى احنا هنا من مبدري ولسه متغدناشي هنجهز برضو الغداء بتاعنا كده مع بعض. ولاكات يلا جماعة على ما نجهز الغداء وان شاء الله هتشوفوا معايا بقى السلك دوت بعد ما يتركب. وهتشوفوا معايا النظام يمكن يوضح لوكو اكتر. على اساس ان انا قلتلكم يا جماعة انا هعمل ويمكن فيه ناس برضو خدت بالها معايا ويمكن فيه ناس ما خدتش بالها. فان شاء الله برضو انا هحطوا كلاته جناعة وهنشوفوه علشان توضح لوكو برضو المكان اللي احنا ان شاء الله هنزرع فيه. وعزاكم برضو تقولولي على نوع الزرع اللي احنا ان شاء الله هنزرعه. بما ان احنا لسه بقى ما تغدناش طبعا لسه. واحنا هنا من بدري. فعلى ما نجهز غدنا بقى. هنحطوا كده على القانون. يعني يستوي بقى مع نفسه كده على ما احنا نركب السلك دوت. والاخر ان شاء الله نشوف النتيجة مع بعض. يلا بينا. ده كده القانون واللعناه والنار ما شاء الله بقت مسهرجعية. ودلوقتي هنجهز الغداء بتاعنا. تعالوا بقى شوفوا الغداء بتاعنا النهاردة هي بقى ايه? ما شاء الله اكلة شعبية اللي انتو كلكم بتحبوها. وده فعلا انا كنت بحبها ونفسي بها من زمان. فانا قلت حاجة سهلة وبسيطة كده اعملها معكم النهاردة. تمام? فعلوا بقى كده نحط على النار. اهي. نحط بس شوية ملح قصة كده. بس بقى هنسيبها بقى تدي معه بعضها كده. برحط. على ما احنا نجهز السلك بتاعنا. وان شاء الله نجي بقى نجهز بقت الغداء. عندما الكوشري يخلص. نجي نقل البطاطس بتاعتنا والبرنجانة كمان. وده جماعة الكوشري استوى معي هو زي ما تشايفين. ما شاء الله زي الفل. اهو. بس انا بقى هسيبه يلدن شوية. هنحط له شوية الزيت دورة كده صغيرين. اهو. طبعا عشان زوج الدورة ما بيت قدحشي فانا مش هقضى حويانها ايه? هنحط بس شوية صغيرين كده. بس كده خلاص هنغطى على بقى لغاية ما يلدن براحته نرجع لكم تاني. ده كده يا جماعة الكوشري استوى معينا هو بسم الله ما شاء الله زي ما انتو شايفين. شايفين مفلفل ازاي? ده كوشري. لا معجن ولا اي حاجة ولا شايد ولا الكلام ده كلها. ما شاء الله حاجة يعني ما فيش احلى من طباخ القانون. ده كده هنفل على بقى دلوقتي. تعالوا نقلو البطاطس مع بعض. التسع للنار. حت الزيت بقى. هنقلو البطاطس. فلصنا الكوشري هنقلو البطاطس. ده كده هحطونا البطاطس صوت. هنعمل الدور ده وهتبقى دور واحد وبعد كده نقل الفرنجة. المرحن يا ما شاء الله. شوفين شايفين انه اللي عاملة ازاي? ده كده اللي مع دور البطاطس بدأ يحمر رهوات ده بقى هنشيلو ونحط الدور اللي بعضيه. طبعا من اللاك. الكنون حامي والنهات حانية قوي. هنقلو البطاطس. هنقلو البطاطس. هنقلو البطاطس. أين نقلو البطاطس. ده كده خلاص بقى الدول الأولى ده كده خلاص خلص خلصنا عشان على شوية ملح كده وشوية دقة. فده كده معي هي البرنجانة هنصفها برضو. انا كنت رش عليها ملح بس قلت عشان ما تبقاش حدقة حطاتها في مياه. بعد ما البطاطس استطلع هقوم حطى البرنجانة بعدها. على بقى البطاطس استحمر هوروكوا بقى السلك اللي احنا عمنا دلوقتي زي ما ان شايفين. شو بقى ربطنا منان من حديدة من هنا. ربطتوا بالحديدة دي هيوصل للاخر خالص. ده كده هيوصل. وده البط جوه قهوت زي ما شايفين. طبعا دي الطيور كلتنا. لسه فتش يور. لان هو لسه المكان اصلا اه مجهزي. انا اقول لكم ان شاء الله ده هيبقى داير ما يدور كلته وكده. وهعمل لها بواب. ده خلاص الجه ده كلتها خلاص خلصة اهي معادة الجه ده زي ما قلت لكم بارح. ده ان شاء الله هجيبها برضو كلتها كده بالعرض معادة الباب اللي هناك دوت. ده اللي انا هساوه مفتوح. هعمله باية. تمام? ده كده بدورت نحمر اهو. ده كده خلصنا بقى البطاطس فاحنا دلوقتي هنحط الدرنجانة زي ما نشيكين اهو. ده كده هلوقتي البرنجانة خلاص هنسيبها بقى برضو اية تحمر معا بعضها كده وروح ننم البيض علشان نسروق. تمام? ارى ايوكو بقى في الاكلة الشعبية دي باللعلي ومش اكلة كفر واكلة الجنة. ده كده جماعة البرنجانة خلاص. جهزت معي هي اتمعتش بقى خلاص هنلا معنى ايه? البيض بقى اللي هنسلوه. خلاص يبقى احنا كده جهزنا غدان. وخلاص هنحط البضع النار ونجهز السلطة برضو يبقى احنا كده لغدا بتاعنا مخدش عشر دقايق. ما شاء الله الكانون النار بتاعته حامية جدا زي ما انت شايفينها هي بتتسوي الحاجة بثانية. احسن ما بتجهز حكتك على البتجاز. اهو. لو انت بتعملها على البتجاز مش هيسك معاك زي ما هو بسكتك. مع ان بالرغم ان احنا بنحط حاجة حاجة اهو. بس ما شاء الله شايفين حتى اللون بتاعه عامل ازاي? شايفين اللون برنجانة? اهو. هنملاحة بقى ونوصر عليها اللمون ونشين التصاب بتاعتنا ونحط البيض. ده بقى البيض اللي احنا هنسلقه زي ما انت شايفين اهو. البيض ده بتاع الفراخ. ما كنتش خدته. كنت سايبة هيني. نقطوله بس شاطفة بسطة كده علشان في بعض بيضة. فقطنا شوية. لكن بقى هنحط المياه على البيض ده هنساو برضو براحته بقى. على ما نشوف وصلنا الغاز في مثل السلك يكون هو السوي. فاحنا كده خلص خلصنا الغازة. وده البرنجانة ما اللي احناها اهيت. هنعشر بقى عليها لمون يبقى كده خلصنا. ده بقى يا جماعة البيضة هيستيل قهوت. حانا ما رح بقى نشوف المكان خلص ولا لسه. ده يعتبر كله المكان جهز خلاص معي اهوت زي موصفتلكم بارح بالزبط. وقلتلكم احنا هنعمل ايه? جبنا الاستيلك من الاول للاخر زي ما انتم شايفين كده. اهو من الاول الاخر حتى لو انتم معزين اهو يعني اكبر بقى محكمة جوا في المكان ده. اهو شايفين هنا تعالوا كده معي. اهو شايفين بقى انا جبت خالص زي من برضو وصفتلكم بارح. بس هي يا دوبك اللفة اللفة يا دوبك هتفضل يعني هي اخيرة هتبقى هنا. فانا هنقل العرق ده هنقله دي كان باب. هنقله هحطه بقى على اخر السلك وهوسع الباب شوية. يعني الباب هيبقى واسع شوية بس مش مشكلة. هنحاول برضو ان احنا نعمل له ايه? نعمل له برضو سلك زي دوت او آآ هعمل له باب حقيقي بقى. يعني اه احتمال الباب العرض اللي كان هنا هركبه هنا في المكان ده. بس عايزيكم بقى تقولولي رأيكم آآ ايه بقى في النظام اللي احنا عمالنا دي وقت يعني كل يوم كده بحاول لنا اجدد شوية في المكان. على اساس المكان اللي هم شايفينه قدامكم ده كله رات بقى شايفين المكان ده بقى واسع ازاي. المكان ده اللي شايفين بقى التعرشة ده هي. التعرشة دي انا هجيب لها بقى مشمع. مشمع. علشان طبعا الشدة. واحاول لنا ازود لها العروق. تحت منها كده. وفوق المشمع بقى يمكن احط قش علشان بصراحة. آآ التكلفة بتاع الساج ديت كانت آآ جادة غالية قوي وفعلا يعني ايه? يعني اتكلفتني شوية. فانا مش هقدر دلوقتي ومش هعرف دلوقتي ان انا اعمل صاج. مغطع علشان الشت. في الناس قالولي يا مش هم اعمل صاج. بس انا مش هقدر صاج مش هعرف اعملو دلوقتي. شوية كده بازن الله يمكن ابقى اشيل الغابل اللي انت شايفينه ده هوت وبقى اعمل صاج. بس مؤقتا انا هنحط بس مشمع وهنحط فوق اشي. ده كده انا ده خط بس اوركم من جوة هوت. تعالوا بقى كده شوفوا السلق من جوة عامل ازاي القواب. اهي? ده كده بقى المكان بقى محجز على الفراغ. يعني ما عادش فراغ تكرك بره ولا حاجة. وآآ ان شاء الله هسيب المكان ده كلته سايد. اما المكان ده ده احتمال اجيب في الرومي. ده انا هعملو بقى قوضة. يعني هاحجز زينا خالص بسد ده كده او برضو بسلك زي دي كده. هنحجز برضو المكان ده. وهجيب الرومي في المكان انت شايفين ده هوت. يا امها بقى هسيبه. يعني برضو عايزاكوا تقولولي رأيكم ايه? اسيبوا الفراغ تبقى تخرجين لان المكان ده انا مش هعرشه. هيبقى هوا وشامس. المكان ده بس اللي هيبقى معرش. لانت شايفينه ده. ده بس اللي هيبقى معرش. اما المكان ده هيبقى كلاته هوا وشامس. يبقى الطيور تخرج فيه. فانا برضو عايزاكوا تقولولي رأيكم. اعمل قوض ولا سيب الطيور البط مع الفراخ ولا النظام هيبقى ان شاء الله. تمام? تعالوا بقى نخرج من المكان ده. وهواروك المكان اللي هزرعه. ده بقى المكان كلك واسع هوت. ان شاء الله انا بس ناوي اعمل ترقة بس بسطة كده. يعني يكون بس مكان ترقة بس زي ترقة كده نمشي من. انما المكان نمشي فين ده كلاته لغاية البوابة هناك. ده هيبقى في الزرع. كل زرع. ان شاء الله برضو هجيب برضو شجر شجر. وهيبقى برضو فيه حاجات زرع كويس برضو. هيبقى المكان ده كلاته الفضرة بقى والشجر والحاجات اللي انفعتنا دي. يعني طول ما احنا في المكان هحاول ان انا اجدد فيه. اما الناس اللي هي قالت لو مشاهمة اربا انارب. فان شاء الله يا جماعة الفكرة دي كانت في دماغي. بس انا ما يعني اللي خلاني ما ربطش اريعه بين زمان ان انا كنت بربيها الاول. كنت برب وكنت ما شاء الله برب بكميات كبيرة جدا. بس اللي انت عارفين الارانب بتبقى حساسة شوية. عندما بتتنظر خلاص ما بتمفعش. حتى لو انت عملته قابل لازل ما بتمفعش. فانا ان شاء الله هحاول لنا اجيب برضو هنا. احاول لنا يا ربي ارانب هنا في المكان ده. عشان الناس اللي يعز اكتبع معي تربية الارانب ان شاء الله هنجيب وهرب. تمام? كده خلاص البضغ اللي هو تعتبر كده استوي. يضبك انا هشيله. وده السلطة جايزناه. معتش اقل لرب الصلاية هنخرطها بس كده. خلطنا الفلفل والخضار وعملنا جيزة بشرناه. وده الطماطم. وضبك كده البصصلاية هنعملها وبقى كده خلصنا الغداء بتاعنا. غداء عملناها ما كنفناش يعني ما فيش ربع ساعة. وفي نفس الوقت كمان يعتبر اكل اقتصادية مش مكلفة. واكلة كمان شعبية. ده كده خلاص اهوة خلصناه. تمام? اكلة شعبية كصراحة تفتح النفس. رنجانة والبض وبطاطس. وسلطة وكشرة. حاجة كده ما شاء الله يعني من زمان ما عملتهاش. ده كده خلصنا هنحط بقى على نقطة الزدورة. هم? على السلطة. زي ماين شايفين? بقى انا كده خلصنا. نحط لها بقى كده عصرة اللمونة على السلطة. ده كده خلاص نحط كمان العصرة ديت. يبقى احنا حطنا اللمونة كاملة. ويبقى احنا كده بقى خلصنا الغدى بتاعنا وشوفنا شغلنا في قلب المكان. اه يعني خلصنا عملنا سلكينا وشوفنا شغلنا. وفي نفس الوقت جهزنا غدانا. وده خلاص البض استوى هواد هنشيله. اهيه? البض اهو عشان بس نرحم يا شوية. ده كده خلاص خلصنا البض. يبقى احنا كده خلصنا الغدى بتاعنا. النار اللي انت شايفين دي بقى هنفطه عليها برات شاي وهنعمله على ما نتغدى. وده بقى كان الفيديو بتاعنا وده اليوم اللي احنا قضناه معاكم وتعالوا بقى اتغدوا معنا وبقى الفانو على قلبكم يا رب. اتمنى يا رب يكون الفيديو بتاعنا عجبكم. ولو عجبكم ان شاء الله ما تنسوش تعموه و لايك للفيديو. وشايا روح علشان ان شاء الله الفيديو لو يكبر بكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.